مجمع الأندلس التعليمي تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية هنبدأ بالكلمات اللي معنا في درس اليوم أول كلمة ودي معناها خجلان أو محرج كلمة الثانية يعني مصدوم يعني منزعي قطبان بيتروت وهي الدبات اللي قدامنا ده اللي هو النوع من أنواع الفجر الأحمر ودي هنستخدمها في مصطلح هنتعرف عليه في الدرس ونشرح الدرس نبدأ بعد كده بأول جزء عندنا في درس اليوم وهو البوكابلوري أقرأ كل جملة ونحدد إذا كان الجملة دي تعبر عن الصدمة، شكت، إمبارسة، إلحراج، إلنزعي جملة الأولى When I realized I had introduced my boss with a wrong name I wintered as a beetroot بيقول لما أدركت أن أنا قدمت مديري بإسم الخطأ I wintered as beetroot تحولت إلى اللون الأحمر كنبتة البنجر فهنا طبعاً ده تعبير عن الإحراج Number two Linda couldn't believe her eyes when she waved at the monkey and it waved back ما صدقت عنيها لما شورت للكرد وهو شورت لها مرة أخرى طبعاً ده تعبير عن الصدمة لأن كلمة I can't believe my eyes تعبر عن الدهشة أو الصدمة أو الشيء مفاجئ ما كنت متوقع Number three My neighbor keeps throwing My neighbor keeps throwing the rubbish in my garden and it's driving me up the wall جاريب يرمي دايماً الزبالة في حدقتي وده شيء بdriving me up the wall ده تعبير يعبر عن الإنزعاج والغضب الشديد فهو هنا بيعبر عن إنه هو شخص أنويد يعني منزعج جداً I didn't enter the competition Number four I didn't enter the competition because I wasn't prepared and I knew I would make a fool of myself I would make a fool of myself هنا تعبير عن الإحراج إنه هحط نفسي في موقف سيء والآن ما دخلت المسابقة لإني ما استعدت بشكل جيد ومش عايز حط نفسي في موقف محرق Number five When the phone rang in the middle of the night I nearly jumped out of my skin لما راني التليفون في منتصف الليل I nearly jumped out of my skin ترجمة حرفية هنا وعنها إنه خرجت من جلدي لكن طبعاً المعنى هنا يعبر عن الخوف الشديد I was frightened أو كنت مرعوب أو خائف يبه هنا تعبير عن الخوف الشديد المفاجئ أو الصدمة من موقف غير متوقع Number six I fell flat on my face in the middle of the square أنا وقعت على وجهي في منتصف الميدان I wanted the ground to open up and swallow me كنت عاوز الأرض تنشك وتبلعني ودا تعبير طبعاً عن الإحرام الشديد Embarrassed I wanted the ground to open up and swallow me ده بالنسبة للجزء الأول اللي هو الجزء الخاص بالvocabulary ننتقل بعد كده للجزء الثاني من الدرس وهو reading part أو الجزء الخاص بالreading text عنوان الفقرة Now that's embarrassing يقولي هنا look at the pictures what do you think happened Read the text quickly and check your answers طبعاً هنا في مجمعة من الصور مطلوب مني أن أخمن إيه اللي حصل في الصور دي فكل واحد فيكم كده يفكر مع نفسه إيه اللي ممكن يكون حصل وبعد كده لما نسمع النص ونقرأوه ونشرح ونشوف إيه التخمين الصحيح اللي ممكن تكون وصفتهم نسمع كده أول جزء So there I was sitting at the station waiting for my train I was reading my book and wasn't really paying attention to what was going on around me The train approached and when it stopped I picked up my bag and quickly got on Then I heard a woman shouting Stop! Thief! I looked around and saw the woman get on the train and walk straight up to me I couldn't believe my ears She kept saying that I was a thief and that I had stolen her bag That's when I realized I had my bag on my shoulder and her bag in my hand I apologized and told her that I had done it by accident But I don't think she believed me Luckily she didn't call the police Linda Jameson هنا Linda بتحكي موقف طبعا عنوان النص Now that's embarrassing يعني هذا شيء موقف محرج أو شيء محرج هي بتحكي موقف محرج حصل لها في train station أو محطط القطار بتقول إن هي كانت قاعدة تقرأ في كتابها منتظرة القطار اللي هتركاب ويوصل فمش منتبهة فأول ما القطار وصل هي قامت عشان تركب القطار فأخذت الشنطة اللي جنبها بدون ما تركز ومشيت ففجأة حد بيجري وراها وعمل يقول Stop Thief! Stop Thief! يعني امسك حرامي فهي وقفت تشوف إيه اللي حصل فاتفجأت إن هي شنطتها على كتفها وشنطة السيدة الأخرى في إيديها فاعتذرت لها وقالت لها أنا ما قصد يعني إن أنا أخد الحقيبة وبتقول يعني الحمد لله يعني إن هي ما اتصلت بالشرطة عشان الموقف ما يضطف ننتقل بعد كده الموقف الثاني I was in the car with two friends the other day when my sister called to say she needed a bottle of milk We stopped at a shop on the way and my friends waited in the car while I went to buy the milk When I got into the back seat of the car I closed the door and told them that we could leave But nothing happened and the car didn't move That's when I noticed a man and a lady looking at me in surprise I was in the wrong car When I realized my mistake I went as red as a beetroot I was in the car with two friends the other day when my sister called to say she needed a bottle of milk كان هو مع مجمعه من أصحابه في السيارة وأخته اتصلت قالت له إن هي محتاجها زجاجة حليب فوقف عند السوبر ماركت يشتري زجاجة الحليب ولما خرج ركب السيارة وقال لهم يلا ننطلق فاستغرب إن مفيش حد رد عليه ومفيش حد تتحرك فبيبص في السيارة لا هو ركب سيارة خطأ وفيها رجل وسيدة وبيبصره باستغراب فاعتذر لهم طبعا وأدرك إنه هو ركب سيارة خطأ وبيقول كنت أحمر كالبنجر فهو هنا يعبر عن الموقف المحرق اللي كان فيه ننتقل للموقف الأخير وهنا بيحكي هنري وكر هذا ما حدث عندما أحدثي من سنبتالي فأنت أمضى في المنطلق ويأتنا بأمان في مقاطق وذلك الى بحقنا مكان داخل فبارد مقاطق ويقضت من جانب مطلق ويقضت من جانب وقضت من جانب أحاول أن تخبزهم ولكني كنت مهتدفت عن أجل فّقضت من جانب والمحرق ولكني لم يذهب بحقوة ويقضت من جانب فأنت قد مقاطق أنا كنت محقاً. لذلك أخذ البال وقامتها في مطلع الانترى. أبداً، فهو تسجد في مرحلة المنزل. كانت محقاً. أعلم. فقط أريد أن الحدى يأتفع وقامتني. هنري ووكر هنا هنري بيقول أنه كان فيه البريك بتاع الدوام. هو خرج ياخذ غدا في حديقة القريبة من العمل. كان في بعض الأطفال. بيلعبوا كرة قريباً منه. بقول إن الكرة اللي كانوا بيلعبوا بيها خبطتني مرتين. حاولت إن أنا تجاهل الموقف لكن كانوا مزعجين جداً. قلت لهم إن أنا محتاج شوية هدوء. لكن هما ما بيعدوا. وبالتالي الكرة استضمت برأسه مرة أخرى. فكان غاضب جداً. فوريس يعني غاضب جداً. أخذ الكرة وشطها فيه اتجاه آخر. فللأسف الكرة استضمت بزجاج أحد المحلات القريبة. فطبعاً هو بقول إن التصرفي كان تصرف للأسف سيء وكنت محرج جداً. كنت بتمنى أن الأرض تنشق وتبلعني. دا كده كان الموقف الخاص بهنري وكر. يبا طبعاً هنا الصور بتحتي عن مواقف محرجة. دي بعض السuggested answers. لنده took another woman's bag and the woman started shouting. كارل got into the wrong car because he thought it was his friend's car. Henry kicked some kid's ball and it smashed into a shop window. دي اللي جبات خاصة بالسؤال الأول. ننتقل بعد كده الإكسرسيز. B read the text again and write L for Linda, C for Carl and H for Henry. I reacted without thinking. أنا تصرفت بلا تفكير. دا طبعاً هنري اللي هو دخل. السيارة بدون تفكير. بدون السيارة اللي قدامه دي سيارة مين. Number two. Someone thought I had done something on turbs. في حد فكر إن أنا عملت الخطأ دا عن عمد. طبعاً المقصود هنا طبعاً لندة اللي هي أخدت الشنطة. والسيدة ظنت إن هي طبعاً أخدت الشنطة سرقتها عن عمد. Number three. Someone said I had done something I hadn't. بعض الناس شايف إن أنا عملت شيء خطأ. المقصود هنا طبعاً كارل. كارل عمل شيء غريب اللي هو دخول السيارة. بتاعت الناس بدون ما يركز وشوف دي سيارة مين. Sorry أنا قلت هنري في الأول اللي هو ركب السيارة. لا هنري هنا اللي هو بدون تفكير أخذ الكرة. سددها في أي اتجاه كسرت نافذة المحل. Number five. I was angry with what had happened to me. أنا كنت غاضب جداً مما حدث لي. هنا طبعاً هنري بسبب الكرة اللي جات في رأسه وخلته غاضب جداً. بكده نكون وصلنا يا شباب لنهاية درسنا اليوم. وأتمنى تكونوا استفدتم من الدرس. وحاولوا تفكروا في السؤال اللي قدامكم ده. Which of the situations in activity A do you think is the most embarrassing and why? تفتكر أي موقف من المواقف اللي موجودة اللي احنا قرأناها. ثلاثة أكثر موقف محرج وليه. بأكد يا شباب على حل التطبيقات اللي موجودة على الموقع. وما تنسوش تنزلوا مذكرة المراجعة اللي موجودة برضو على موقع المدرسة. وطبعتها والبدء في الحل. طبعاً الاختبارات اقتربت. وأتمنى الالتزام في حضور حسوس الباستر مباشر يومياً. أتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.